موسيقى موسيقى في طرابلس اجلت محكمة استانا في طرابلس جلسات محاكمة رموز النظام السابق للعشرين من مايو التأجيل يأتي كفرصة اخيرة لمحامي ابو زيد دوردا حسب ما جاء في نص التأجيل والذي تلاه قاضي الجلسة المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير فرصة اخيرة ونهائية منحتها محكمة استئناف طرابلس لمحامي دفاع المتهم ابو زيد دوردا اخر رئيس لجهاز الامن الخارجي في النظام السابق وذلك خلال نظرها مجددا اليوم في القضية المرفوعة امامها ضد عدد من اتباع النظام المذكور ابو زيد عمر حميد دوردا دفاع ابو زيد عمر حميد دوردا استعدى استعدى المتهم دوردا ابلغ المحكمة ان محاميه تعرضا للتهديد غير ان النيابة العامة نفت ذلك بشدة مؤكدة بانها لم تتلقى اي بلاغ مكتوب او شفوي من المحامين الذين ذكرهم المتهم في هذا الشأن النيابة العامة اعتبرت تسويق مثل هذه الادعاءات مجرد محاولة لكسب الوقت واطالة الفصل في هذه القضية اتباع دفاع النفس يقول ما يشاء ولكن التابت في الاوراب والتحقيقات والتهم المسندة وقرار الاتهام الذي قدمته النيابة العامة المحكمة والذي يحاكم شأنه دوردا يتحدث عن جرائم جنائية تفريدية لا علاقة لها في استياسة وعقب جلسة مداولة قصيرة غير معتادة بالنسبة لسابقاتها قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى العشرين من مايو الجاري ومنح محامي دفاع المتهم دوردا فرصة اخيرة وانهائية لتقديم مرافعته في الجلسة القادمة بعد الاطلاع على الاوراق وطلبات النيابة العامة وهيئة الدفاع تقرر المحكمة اولا تأجيل نظر دعوة لجلسة عشرين خمسة الفين وخمستاش كفرصة اخيرة لدفاع المتهم الخامس ومع احتدام المحامين في الدفاع عن المتهمين واستمرار النيابة في تقديم الادلة وتواصل عقد جلسات المحاكمة هل ستشهد الجلسة القادمة حجز القضية للحكم بعد منحها الفرصة النهائية بالنسبة لمحامي دفاع دوردا كما اكد صديق الصور ايضا ان ايا من المحامين المترفعين عن المتهمين لم يقدم ذكرة للقضاء او للنيابة العامة بانهم تعرضوا للتهديد ومؤكدا بان كل هذه الاقويل عارية عن الصحة لم يقدم اي من دفاع المحامين المتكرة للقضاء او للنيابة العامة يتعرضون فيها الى انهم تعرضوا للتهديد والإكرار هذا كلام عالي عن الصحة تمام الدفاع دوردا يتحدث عن انه عين اربع محامين احدهم تنحى ثم الاخر تنحى الاخر تنحى لانه عضو الام في الهيئة تفسية الدفاع لا يمكنهم القيام بعمل المحماء وهو الاستاذ ضوء المنصوري المحامي الثالث الدفاع يترافع عن ثلاثة متهدي احدهم الضغطات المحموش وهو انهى مرافعات الشفاوية بحقه وقدم دفعه الشفاوية والمكتوبة للمحكمة اصر نواها ايضا الى ان القضية ضخمة والمحكمة ملزمة لتطبيق نصوص القانون ولابد ان يكون حجم المحكمة مثبت او حكم المحكمة مثبتا ولا يشبه اي عيب القضية ضخمة وهناك فيها 67 مستهم وعمة القرابة الكامل والجرائب فيها كبيرة وخطيرة وتعجب الالاف وعشرات الالاف من المستندات المهمة كبيرة على المحكمة والمحكمة ملزمة بنصوص القانون لان المحكمة لابد ان تصطر حكمها رصين مسببا وسيكون عرضا للنظر امام المحكمة العليا لا تريد المحكمة ان يشبه عيب قصور في الاستدال او فساة في الاستدال او عيب او غطر في تطبيق القانون او تأويله او تفسيره يعني هذا مآله ان تفتل تطبيق المحاكمة مرة ثانية في حالة مثل هذه الاختار